السلام ورحمة الله وبركاته أنا المريد وصية كي تتكلم معنا في الفرق وصيتك لأنه إن شاء الله الفرق تقصد المعاصرة نعم والحدي تكون بالعربية أو بالإنجليزية أو عربة إنجليزية الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد في هذا اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهري رجب من عام 1440 من الهجرة الموافق للعشرين من شهري مارس من عام 2019 سألني بعض إخواني الأفاضل في مدينة أبي جان في ساحل العاج عن أو أن أقدم نصيحة بخصوص الفرق الدينية المعاصرة اليوم وطلبوا أن تكون الكلمة باللغتين العربية والإنجليزية ليستفيد منها الناطقين بالعربية وغير الناطقين بالعربية أقول النبي صلى الله عليه الله عز وجل سما هذه الأمة أمة واحدة قالوا أن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فالرب واحد والكتاب واحد والنبي واحد وهي أمة واحدة أنا بكتسبة صلى الله عليه واشونة في اليوم جهد ويومئن الثاني الصو المترجمات الأولوي على المترجمات 20 سنة فعل دقائق أصلاح التركيز من تحفظ عشرة أهلاً وعبتنا قدمها أصلاح التاجرات للأشخاص للمشاهدة or the Islamic sects which are available today and what kind of advice I give to the youth I say that Allah Subhanahu Ta'ala has named us in the Qur'an as one one nation Allah Ta'ala said indeed your nation is only one nation and I'm your Lord so worship me and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also نبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أيضا في حديث افتراق الأمم قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال قال الجماعة وفي رواية قال من كان على مدر ما أنا عليه وأصحابي والجماعة في السرع بالمسعود بقوله الجماعة موافقة الحق ولو كنت وحدك وليس المقصود بالجماعة العدد وإنما موافقة الحق البروبي صلى الله عليه وسلم قال أن النار من النار يتقل في 71 فرقة وأن النار من النار من النار وفي س Gruن بقول وأن النار من النارش widespread ساله في بصر المح JESSICA وخارج المختلفة وخارج المساعدة صلى الله عليه وسلم عنه اعجب المختلفة والجماعة عبدالله بن مسعود ينبغي عليه أن يبحث عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه ولن يجد ذلك إلا مع العلماء الرباليين الذين أفنوا أعمارهم وأيامهم ولياليهم دأبا في طلب العلم وتعليمه وتقرير عقيدة السلف وإثبات ذلك كله من الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويجب أن يتحفظ من تحفظ هذه المساعدات يجب أن يبحث الحقيقة التي لا يمكن وجهة هكذا يسلم المسلم ويجب أن يتحفظ واليوم كسابقه من الأيام تنشأ جماعات وكل جماعة تدعي أنها هي التي على الحق والتي تمثل الإسلام وفي اليوم وفي اليوم وفي اليوم كما تحفظ كل جديد من الأيام في الماضي الحق ويغاية كل جديد من الأيام وفي اليوم يقولون أنهم هي بقصد الأيام أولئك أنهم يتحفظ الإسلام لكن من يستطيع أن يعرف من الذي على الحق ومن الذي على غير الحق ومن الذي على غير الحق من الذي على الحق هو الشيء يمكن أن يُرفع الناس أولاً الجماعة التي عناها النبي سلم ليست جماعة فيها ولاء وبراء مع بعضهم ومن لا يكون معهم فهو ليس لو ولاء وبراء فإن هذا كله ليس صحيح أولاً الجماعة أو الجماعة أو الجماعة ليست جماعة الذي يأخذ الإسلام عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة هذه الجماعة ومن هذه الجماعات الناشئة هذه الأيام جماعة التبليغ أو ما يسمون عن أنفسهم جماعة الدعوة وهي جماعة فيها ضلالات كثيرة جداً من أبرزها الجهل والنفور عن العلم وتنفير الناس عن العلم والدين لا يكون إلا بالعلم قال الله عز وجل فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أولاً ثم يعمل هكذا يكون أما ترك العلم فإن هذا لا بد أن يؤدي إلى البدع وحدوث البدع ومن هذه الجماعة جماعة التبليغ من المجموعات اليوم جماعة التبليغ وإخوة المسلمين جماعة التبليغ أو جماعة الدعوة أو ما يسمونهم جماعة التبليغ من المجموعات اليوم ومن ثم يؤدي إلى المجموعات اليوم ومن ثم يؤدي إلى المجموعات اليوم لا تعلم أنه لا إله إلا الله وإستغفر لذنبك اعرف ان لا يوجد شخص من الله و يجب ان تحرير من الله و يجب ان تحرير من خلالك إمام البخاري قال الله تعالى بأن الله تعالى بدأت معرفة قبل التحرير والجماعة الثانية و الثانية هي جماعة الإخوة المسلمين و اي جماعة تشتغل بالسياسة و محاربة الحكام و ما الى ذلك وهذا ايضا مخالف لهدي النبي السلام و طريقته و الثانية جماعة اليوم هي اخوة المسلمين أو اخوة المسلمين اخوة المسلمين جماعة كما يسمونهم فهذا كل اعرف دلالي من المسلمين ان يمكن ان يكون بسامة و ما رسول الله يتوقع لاحظة الجماعة في التحرير و ما رسول الله تعالى اعلم ان يتوقع pronto لذلك انا نصيحتي للشباب عموما أن يبتعد عن كل الحزبيات و الجماعات وينضو تحت مظلة العلم ويلزم العلماء ويأتي يأتي لأشخاص بكل أتراضي من كل طريق الناس ونحن في الحدث يأتي في الحدث ويأتي في الحدث مع الناس بهذا ينجو المسلمين بذلك المسلمين يمكن أن يتبع أسأل الله بمن وكرمه أن يرد ضل المسلمين إلى الرشد وأن يزيدنا من الهدى وأن يثبتنا على الطريق والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قاله أخوكم محمد بن عبد الله المالكي محمد بن عبد الله المالكي